اشتركوا في القناة لفئة اقل من 17 سنة والتي تحتضنها الجزائر حاليا ويبحث المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب المغرب على بطاقة واحدة للتأهل الى الدور النصف النهائي من اجل ضمان التأهل الى المونديال ووجه مدرب منتخب المغرب النصائح الخاصة للاعبه تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني في الدور المقبل وحدر لاعبه من خطورة بعض لاعب المنتخب الوطني الجزائري وخاص المهاجم الهدف مسلم اناطوف ويعتبر اناطوف لقطة قوة المنتخب الوطني في تسجيل الاهدف بدل لتسجيله لثلاثة اهداف كاملة نصبته هدفا للمنتخب الوطني لحد الان ويبحث مدرب المغرب عن امكانيات الحد من خطورة ابن مدينة تندوف وخريج مدرسة الفاف من خلال ايقاف تحركاته لحرمانه من التسجيل في المرمى الحارسطة بنغزيل واعترف المدرب سعيد شبا في المؤتمر الصحفي الذي بان مواجهة المنتخب الوطني الجزائري لن تكون سهلة اطلاقا وخاصة امام الجمهور القسنطيني الذي سيكون بقوة واضف مدرب المغرب بان منتخبه لن يكون مضغوطا بسبب الجمهور الذي سيحضر المباراة لانهم متعودون على الجمهور وفي الاخير اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد